تمكنت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء من إطلاق الخوارزميات الخاصة بها من الذكاء الاصطناعي إلى الفضاء نعم وقد تم ذلك على متن قمر صناعي تابع لشركتي ستار فيجن الصينية وعدسة عمان العمانية حيث سيتم تطوير هذه الخوارزميات بشكل كامل بأيدي مهندسي الهيئة وستعمل على تحليل الصور الفضائية التي يلتقطها القمر الصناعي بشكل فوري بما يمكنها من استخراج بيانات قيمة يتم استخدامها لتطبيقات متعددة كالتخطيط العمراني وقياس جودة الهواء والماء وتحديد مواقع السفن وهويتها وغيرها من العديد من التطبيقات الفضائية التي توفر البيانات للكثير من الجهات اشتركوا في القناة